السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? ان شاء الله النهاردة هنعمل طبق حلو قوي. اه طبعا انتم شايفينه جماله والوانه وحركاته. اه الوانه حلو قوي وفايدته حلو قوي لينا وللاطفال. اه نرفع منعتنا. هنعمل مع بعض فتة الشوارمة او الفتة السوري. يلا نروح نشوف المكونات والمقادير وهنعملو ازاي. انا معي كيلو من البناة وفلفل وبابريكا وتوم بودرة وبصل بودرة. هنحط كل الدوات في طبق. وهنحط البهارات بتاعتي. وشوية خلي صغيرين اوي. هقلبو تقليبة. وهركنو على جنب ساعتين. اه بس في الاول هقلبو كويس اوي 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 عشان البهارات ده تخش في كل واحدة بني انا مقطعها. ده بني عادي انا جايباة من عند الرجل ومقطعات اه شراية رفيعة. بعدين بروح للطوصة بتاعتي بحط فيها شوية زيت. وحوالي خمس فصوص من التوم. هحمرهم كويس وبعدين هنزل بالفراخ. اه انا مش عايز اقلب الفراخ اول ما هحطها. اه لي عشان ما تنزلش ميتها. هحطها كده واسبحة شوية. مش هقلب فيها كتير. كده بصوا شايفين انا كنت سايباها وبعدين ابتدي تقلبها. في التوقيت دوت هروح اعمل الرز. اه هجيب حلة. وهجيب البهارات بتاعتي عبارة عن عدين ارفة وحبهان وورق لورة. وفلفل اصمر وكركم. هقلب كل دوت مع بعضه. وهضيف مرقة الدجاج. هكتب لكم كل المؤدير ديات في صندوق الوصف. وهقلب كل دوت كويس قوي وهنزل عليه انا اه جايبة نص كيلو رز بسمتي. الرز بسمتي بنقعه حوالي عشر دقايق لو حبته صغيرة. لو الحبة طويلة بشتغل بها عطول ما بنقعهاش. ده مش عادة للرز اللي انا بستعمله انا بستعمل رز طويل الحبة بس اه ملقيتش غير دوت فقلت عادي يعني شغيل. المهم اه حطيت الرز وهاخده بقى ايه تقلبتين كده شوحوا تشويحة حلوة. وبعدين هبتدي اضيف الماء. الرز البسمتي غير الرز المصري يعني لو الرز لو الرز المصري بياخد كباية مية الرز البسمتي هياخد كباية ونص وبالاخص الرز الحبة الصغيرة. وهارجع للفراخ انا معي هنا فلفل الوان وبصل. والاا اللوس دوت للرز. هنقعه بس في شوية مية صغيرين مية مغلية. ومعي يطم بودرة وفلفل وببركة وبصل بودرة وكسبرة. هضيف كل دوت على الفراخ بس مش في التوقيت دوت. انا دلوقتي هضيف البصل. وقلبه شوية. انا مش عايزة البصل يستوي. انا عايزة البصل ياخد تشويحة بس مع الفراخ. هي كده الفراخ مستوية. بس انا مش عايزة البصل يستوي. انا عايزة يفضل كرونشي. يفضل محافظ على الارمشة بتاعته. هقلبه بس تقليبة. اسيبه دقيقتين. مش هيستوي طبعا في الدقيقتين دول. بس وهبتدي اضيف الفلفل الوان. وبرضه انا مش عايزة يستوي. انا عايزة ياخد تقليبتين مع الفراخ. وهضفي عليه. هو طعمه بيبقى حلوة قوي لما بيبقى كرنشي. بيبقى مقارمش كده. وحطيت البهارات بتاعتي كلها. انا هكتب لكم كل البهارات اللي انا استعملتها في صندوق الوصفة. عشان الوصفة تطلع معاكم بالزبط زي ما انا عملاها. بس وهبتدي اضيف الملح لو راحستوا انا ما ضفتش ملح خالص ولا في التدبيلة ولا في اي حاجة. انا بضيف الملح في التوقيت دوت في الاخر خالص قبل مطفي على الفراخ. وهنروح مع بعض بنعمل اللوز سوا. طبعا انا نقعته معاكم. اه سبته بس عشر دقايق كده. وبعدين ببتدي اقشره. اه وافصله. انا حاولت افصله بادي انا دايما بافصله بالسكينة بس قلت افصله المرة دي بايدي بس ما نفعش. فهجيب سكينة. وهفصل واحدة معاكم بتتفصل بالسكينة بكل سهولة. اهي? وهخلص الكمية كلها. هروح بقى اجيب توصه عشان احمر اللوز. حطيت فيها معلقتين من السمنة. ونزلت باللوز وهبتدي اشوحه. هنا انا وقت ما بحط اللوز ما بسيبوش ابدا لازم افضل اه ايدي فيه. اه قلب فيه بستمرار لحد ما يتشوح معي. لحد ما يوصل للون الدهبي. انا مش بحمره قوي يوصل بس للون الدهبي. ولو حباية اتحمرت عن التانية في الاول بشيله. بشيل الشوية اللي اتحمره وافضل اقلب لحد ما البقى يتحمر. وبرجع احطهم تاني. زي ما انتم شايفين كده دول شوية انا كنت شايلهم. وبحط عليهم معلقتين كبار من الزبيب. وبشوحهم مع اللوز. الزبيب بيدي طعم حلو قوي قوي للوصفة دي. بس واقلبه تقلبتين بس واخليه جاهز معي. وهنا رحت عشان احضر الطبق بتاعي. انا معي عيش شامي ما اطعمه كعبات ومحمره. ودول تلات كبات من الزبادي هحط عليهم معلقتين من الطحينة. معلقتين بس مش اكتر. انا مش عايزة طعم الطحينة يبان قوي. انا بس يعني يبدل للزبادي كده يعني سنة طحينة. بس وهقلبها كويس اوي اوي. ومش هحط عليها ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة. هو انا بكتفي من الزبادي حوامض فمش عايزة عليه اي حاجة. هبتدي بقى ارص الطبق بتاعي. اول حاجة هحطها هي العيش المحمص. بتاعي الشامي عادي جدا. جايباهم اطعمه كعبات. ومحمصه في الزيت. وهبتدي احط الرز. هغرف الرز. شايفين لونه حلو قوي. انا لسه طافي عليه. سخنة طبعا. انا مش بحط حاجة على العيش. لما الرز بينزل على العيش سخن. اه هو لو اتاكل في ساعتها بيبقى ما ارمش. لو سبتيه شوية بيطرة. بس هي حلوتها وهو ما ارمش. ما ارمش عفوا. بس وخلصت اه حطيت الرز بتاعي وهبتدي احط الزبادي. يعني اربع خمس معالق زبادي كده. بدي طعمة حلو قوي للرز. وهبتدي اغرف الشاورمة بتاعتي. بحطها على الزبادي. للناس اللي ما جربت الوصفة دي قبل كده اوعى تقوله دعاك ووحشة ومش عارف ايه. لأ بجد يعني تستحك التجربة. بس وبعدين هحط اخر حاجة هحطها هو اللوز بالزبيب اللي اللي حمرته معيه دلوقتي. هحط كده على الوش. بيدي طعمه حلوة قوي قوي. يعني الوصفة من غيرها مش عارفة بحس ان هي ملهاش طعم صراحة. اما تاكل كده معلقة فيها لوز مع زبيب مش عارف ايه مكسرات معها الشاورمة ومعها الرز وكل ده بيعمل معادلة حلوة قوي. بس وكده خلصنا غرف الطبق بتاعنا وشكله جميل وعلوانه حلوة وجربوه وان شاء الله يعجبكم.